بعد زيارات متتالية لمدينة الحسن الصناعية بدأها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني ومن ثم لجنة وزارية إلى مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع المستثمرين والصناعيين في المدينة لمتابعة التحديات التي تواجههم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان قال خلال اجتماع أنه سيتم مراجعة قانون الاستثمار السابق الذي وضعته الحكومة السابقة كونه لا يتناسب مع الظروف الحالية نتيجة ما يواجه الاقتصاد من تحديات فرضتها كورونا وكشف عن وجود دراسة جادة لإعادة التعرفة بأسعار الكهرباء لجميع القطاعات ولكافة الشرائح والمواطنين متوقعا الإعلان عنها نهاية العام الحالي بدوره طالب رئيس جمعية المستثمرين عماد النداف إعادة بعض الصلاحيات لإدارة المدن الصناعية بعد أن تم سحبها منها لصالح حيئة الاستثمار خاصة منح التراخيس كما طالب السماح باستقدام العمال المؤهلة وتخفيض تعرفة الكهرباء التي ترهق كاهل المستثمرين الاقتصاد الأردني واجه تحديات منها تحدي كورونا الذي كان الأصعب على الاقتصاد الأردني عملية نمو هذا الاقتصاد تحتاج لإجراءات فعلية على أرض الواقع منها تدليل العقبات منها بحث قانون استثمار يكون مرن قادر على إيقاف جميع التداخلات ما بين الصلاحيات ما بين الوزرات طبعا كان أبرز التحديات اللي هو على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر اللي هو مبنى دائرة الجماركة مدينة الحسن الصناعية على أثره في كثير من المعاملات تتم خارج المدينة الحسن الصناعية في مناطق مختلف جمهورك أخرى مثل العقبية أو جمهورك عمان مع العلم أنه إحنا قادرين على أنه توسعت المساحة بحيث أنه يصبح المبنى الجمهورك يخدم كافة المعاملات حتى يخدم المحافظات الشمال للأسف إحنا إحنا هنا حوالي 15 سنة ما في عندي ولا فني عنده بشتغلوا بالفنيش فيه عمال بشتغلوا بالفنيش بطلشطيب بل كيوسي بس كعامل ماهر للأسف صعب جدا توفره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر